أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا بكم مع الجزء الثاني من درس عرس المجد أعزائي الطلاب دعونا نتعرف أهداف درسي اليوم يتوقع منك عزيزي الطالب أن تستدل من النص على المعاني والقيم المتضمنة استدلالا تدلل على وسائل الإقناع التي وظفها الشاعر للتأثير في المتلقي بشكل صحيح تستكشف اختلاف أساليب الشعراء في التعبير من خلال مقارنة نماذج شعرية عزيزي الطالب درست في الحصة الماضية قصيدة عرس المجد وعرفت أن هذه القصيدة للشاعر السوري عمر أبو ريشة وقد وقفت على أفكارها الرئيسة والفرعية وكذلك معاني المفردات من خلال سياقها والآن دعنا نستعرف بالتفصيل أهم المعاني الضمنية والقيم المتضمنة في أبياتها أعزائي الطلاب هيا بنا لنتعرف أهم المعاني والقيم المتضمنة في المقطع الأول يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهوب ما القيمة المتضمنة في هذا البيت عزيزي الطالب أحسنت بني يحمل البيت قيمة الفخر والاعتزاز بحصول سوريا على استقلالها فالشاعر سعيد مبتهج بهذا الاستقلال لذا خاطبها بقوله يا عروس المجد مبديا فرحته وسعادته لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بديما حر أبي ما القيمة المتضمنة في هذا البيت عزيزي الطالب أحسنت يحمل البيت قيمة التضحية والفداء ويعزز قيمة الدفاع المشروع عن الحقوق السليبة والبيت يدل أيضا على عظم التضحيات من أجل نيل الحرية والحصول عليها أعزائي الطلاب ما زلنا نتابع المعاني والقيمة المتضمنة في المقطع الأول لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصيب يؤكد الشاعر هنا في البيت السابق على مقولة ما ضاع حق وراءه مطالب فالحق باق مهما بلغت سطوة المحتل وغطرسة المغتصب ما دام هناك مدافع عن ذلك الحق عزيزي الطالب لننتقل إلى المعاني والقيم المتضمنة في المقطع الثاني ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذناب عقربي وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتج في المضطربي عزيزي الطالب ما أهم المعاني والقيم المتضمنة في هذا المقطع؟ أحسنت أكد الشاعر في الأبيات السابقة على قيمة عربية كبرى وهي الرغبة في استرداد الأقصى السليب وإعادته إلى حضن أمته العربية كما نجد عزيزي الطالب قيمة الاعتزاز بالماضي التليد للتأكيد على جدارة الأمة في استعادة ذلك الماضي أعزائي الطلاب وصلنا إلى المقطع الأخير لمت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا من نسبي فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثريبي ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب عزيزي الطالب ما أهم القيم المتضمنة في هذا المقطع نعم أحسنت تأكيد الوحدة العربية ووحدة النسب الذي يجمع كل العرب كما في قوله ونمت ما بيننا من نسبي وفي قوله أيضا والتقى مشرقها بالمغرب يؤكد الشاعر أيضا عزيزي الطالب أن الشدائد تصنع الرجال وتجمع ما تشتت وتفرق كما في قوله لمت الآلام منا شملنا ويؤكد أيضا قيم العزة والكبرياء والشموخ كقوله في البيت الأخير المجد ثنى يعتز بي أعزائي الطلاب دعونا نقف عند وسائل الإقناع التي وظفها الشاعر للتأثير في المتلقي لعل أهم تلك الوسائل التي وظفها الشاعر للتأثير في المتلقي ما يتي أولا تقرير حقائق تاريخية ثابتة تؤكد أن كل ظلم أو بغي لا بد أن ينتهي مهما طال الزمن موظفا لسرد هذه الحقائق الفعل الماضي كقوله درج البقي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي وارتمى كبر الليالي دونها لين الناب كليل المخلب فالأفعال الماضية تدل على ضعف المحتل وأنه أصبح من الماضي فهو على الرغم من بغيه وظلمه فإنه قد هوى ضعيفا وارتمى مهزوما مدحورا أعزائي الطلاب نتابع وسائل الإقناع التي وظفها الشاعر للتأثير في المتلقي ثانيا استخدام جمل تجري مجرى الحكمة مثال ذلك قوله لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصيب وقوله أيضا لمت الآلام منا شملنا وذلك لإقناع المتلقي بأن الآلام تجمع ولا تفرق وأن الحق يعود بالكفاح ثالثا التوظيف الديني وتراثي كقوله يا رؤى عيسى على جفن النبي لبيان المكانة الروحية للقدس عند العرب على اختلاف أديانهم والدعوة إلى التكاتف لتحريرها وخلاصها رابعا توظيف الخيال لإثارة المتلقي وحته على الكفاح من أجل عودة الحقوق كما في قوله لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصيب خامسا ذكر العواصم والبلدان لبيان أن الوحدة بين البلدان أمر حتمي لدحر المستعمر سادسا استخدام الإيحاء لزيادة التأثير في المتلقي لاستنهاض الهمم كما في قوله بورك الخطب صهلة الخيل ووهج القضوب عزيزي الطالب قارن بين قول عمر أبو ريشة يا رواب القدس يا مجل السنة يا رؤى عيسى على جفن النبي وقول نزار قباني يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء من حيث الفكرة والصورة ثم بين أي البيتين نال إعجابك ولماذا عزيزي الطالب حاول أن تتأكد من الإجابة التي توصلت إليها من خلال المقارنة بين البيتين السابقين الفكرة عند الشاعرين هي بيان المكانة الروحية والدينية للقدس التي احتضنت الأديان السماوية أما من حيث التصوير فكل الشاعرين خاطب القدس على سبيل الاستعارة المكنية التي تحمل تشخيصا حيا لتلك المدينة الخالدة فنادى عمر أبو ريشا روابيها يا روابي القدس يا مجل السناء ونادها نزار قباني يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء وكل الشاعرين كان مبتكرا في صوره الفنية رؤى عيسى على جفن النبي مدينة تفوح أنبياء عزيزي الطالب عد إلى كتابك المدرسي في الصفحة الثالثة بعد المائتين وحاول الإجابة عن السؤال العاشر عزيزي الطالب حاول التأكد من إجابتك عن السؤال العاشر كما يأتي قال عمر أبو ريشا لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمى حر أبي وقال أحمد شوقي ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يذني الحقوق ولا يحق قارن بين البيتين السابقين من حيث الفكرة والصور وأيهما كانت فكرته وصوره أكثر وضوحا من الآخر في رأيك عزيزي الطالب ما الفكرة عند عمر أبو ريشا أحسنت عظم التضحية وغزارة الدماء التي أريقت في طريق الحرية ما الفكرة عند أحمد شوقي أحسنت بتضحيات الأبطال تبنى الدول وتنال الحقوق الآن عزيزي الطالب اشرح الصورة عند الشاعر عمر أبو ريشا أحسنت شبه الشاعر دماء الأحرار بالعطر الذي تعطرت به رمال الوطن في سبيل نيل الحرية اشرح الصورة عند أحمد شوقي أحسنت جعل الشاعر من دماء الضحايا وقودا لبناء الممالك والأوطان وقصر الشاعر نيل الحرية على طريق التضحيات فقط عزيزي الطالب سأترك لك بيان رأيك في ذلك عزيزي الطالب تحتاج دراسة الشعر وتذوقه إلى ميران وحسن فهم ومن ثم فعليك أن تتريث وأن تتقرأ أبيات عمر أبو ريشا وأن تحاول أن تعيش مع الشاعر حالته فتشعر بشعوره فإن ذلك سيساعدك كثيرا في الكشف عن أسرار الجمال في الأبيات وعن مقاصد الشاعر من وراء استخدام بعض التعبيرات دون غيرها أعزيزي الطلاب إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم فإلى اللقاء مع الجزء الثالث من نص عرس المجد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر